السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعرف ازاي نقدر نعالج التهاب المجالي البولية ويهي العراض اللي هتبانع المريض وامتى لازم المريض يتحول لاستقبال جراحة المسالك على طول ولو انت لسه اول مرة تفرج علينا ما تنساش تدعمنا واندوه سلايب تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل زر الجرس عشان تصلك الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل على طول قبل ما نعرف العلاج عايزك تعرف اننا بنقسم ال UTI اول حاجة ال Upper Urinary Tract Infection زي مثلا البيولونفريتس اللي هي التهاب في الكليا من فوق ويهه ال Lower Urinary Tract Infection زي السيستايتس اللي هي التهاب المسانة ويهه اليوريثرايتس اللي هي التهاب مجرى البول وانفرق بين الاثنين من خلال اعراض وخلينا بقى نعرف ايه هي اعراض التهاب المجالي البولي اول حاجة ديسيوريا اللي هي حرقان البول كمان بيحصل Frequency وArgency اللي هي زيادة عدد مرات التبول وحيانا ما يقدرش يتحكم في البول تالت حاجة الهيماتوريا او وجود دم في البول رابع حاجة وجود يوريثرايتس تشارج اللي هي افرازات في مجرى البول كل الاعراض اللي فاتت دي بتخص ال Lower Urinary Tract Infection ودي اللي بنعالجها في الصيدلية عادي انما بقى لو لقيت مع الاعراض دي وجود High Grade Fever ارتفاع في درجة الحرارة مع وجود Loin Bain اللي هو مكان الكياتين بيوجعوه وكمان Dehydration اللي هو ممكن يدخل في مرحلة جفاف وفي بعض الحالات تلاقي عندها Unexplained Delirium اللي هي تهيوئات وتخريف وده بسبب ارتفاع درجة الحرارة بالاضافة اللي انك ممكن تلاقي نوزيا وVomiting اللي هي قيء وغسيان وفي الحالة دي المريض بيكون عنده Upper Urinary Tract Infection ودي مش بنعالجها في الصيدلية وانما بنحولها لاستبال جراحة المسالك بشرة طيب احنا عرفنا من الاعراض اللي عنده انها Urinary Tract Infection ازاي يأكد ده؟ ده طبعا عن طريق التحليل ونطلب منه اول حاجة تحليل بول والمفروض اننا هنلاقي في تحليل البول زيادة في البسلز اللي هي وجود صديد عالي في البول بالاضافة الى انك هتلاقي Nitrates ويليوكوسايت استريز وبرضو ممكن تلاقي هيماتوريا اللي هي وجود دم في البول وبرضو ممكن تلاقي بروتين في البول واخد بالك انك تأكد على المريض لما يجي يعمل تحليل البول ان ياخدها Midstream يعني في نص حمام البول يعني يعمل حمام شوية وبعد كده يمسك نفسه وبعد كده ينزل جزء في قلبة العين تاني حاجة بتطلبها منه مزرعة بول لكن دي في حالات معينة زي اللي هو الشخص عنده نقص في المناعة اللي هي تكون سيدة حامل اللي هي تكون سيدة حامل اللي هو الالتهاب بيتكرر معه كتير والالتهاب اللي هو سنه كبير واخد بالك ان الشخص بيعمل مزرعة البول وبتخليه ياخد مضاد حيوي على بال ما نتيجة المزرعة تطلع لانها بتتأخر خلينا بقى نروح لعلاج الالتهاب مجرى البول اول حاجة بنديها للمريض وهي Antibiotic او مضاد حيوي وهنقسمهم لثلاث اقسام First line Second line Alternatives هنبتدي اول حاجة بالfirst line اول مادة معانا وهي النيتروفيورنتين ودي هنلاقيها في اصناف زي الماكروفيران الميبافيران وياليوفامين دريترت وجرعتها بتكون كابسولة بتركيز 100 ميلي جرام مرتين يوميا لمدة 7 ايام او حتى مادة السلفة مضاف عليها الترايميثوبريم ودي هنلاقيها في اصناف زي السبترين والسبتازولفورت وجرعتها بتكون قرص كل 12 ساعة لمدة 5 ايام ثالث مادة وهي الفوسفومايسن ودي بتنزل في صورة اكياس وهنلاقيها في اصناف زي المونيوريل ودي جرعتها بتكون كيس مرة واحدة ولا تكرر ودي تعتبر من افضل الانواع نروح لل Second line وأول مادة معنا وهي السبروفلوكسسين بتركيز 500 ميلي جرام ونلاقيها في اصناف زي السيبروفار السيبرو باي السيبروفلوكسسين والسيبرو ماكس وجرعتها بتكون قرص كل 12 ساعة لمدة 5 ايام ثاني مادة وهي الليفوفلوكسسين بتركيز 500 ميلي جرام ونلاقيها في اصناف زي قالفا سبيكت وليفوكسين طفانك وليفوتافين وجرعة اي واحدة هتكون ارس يوميا لمدة خمس ايام اخر مادة وهي الافلوكسسين بتركيز 400 ميلي جرام ودي هنلاقيها في اصناف زي التاري فلوكس والهيل سباكت والجرعة بتكون ارس كل 12 ساعة لمدة خمس ايام نروح بقى للالترنتف انتي بيوتكس ودي ممكن ندي فيها الاموكسسيلن مضاف عليها الكلافيولينك اسد بتركيز واحد جرام وانلاقيها في اصناف زي الاوجمانتين هيبيوتك فيورام والفوندكلاف وجرعة اي واحدة فيهم هتكون ارس كل 12 ساعة لمدة خمس الى سبع ايام تاني مادة وهي السيفاكلور بتركيز 500 ميلي جرام ويتلاقيها في اصناف زي الباكتكلور والسيكلور وجرعته بتكون كابسولة كل 8 ساعات لمدة سبع ايام تالت مادة وهي السيفاكلور بتركيز 500 ميلي جرام ودي هتلاقيها في اصناف زي الزيناسيف والزيموسيفوكس هذه ادوية بتساعد على تطهير ماجر البول وارتخاء اضلاته ودي ممكن نديها في صورة فوار زي البروكزيمول فوار والكوليورينال والرينال اس واليوريكول والجرعة هتكون كيس او ميكيل على نص كباية مية كل 8 ساعات يوميا او حتى ممكن تديها راس زي البروكزيمول والرواتينيكس واليورينيكس كابسول والشام كابسول وجرعة اي واحدة هتكون كابسولة او قرص كل 8 ساعات يوميا ثالث حاجة بنديها للمريض وهي الانالجيسك ودي حاجة اختيارية زي مثلا مادة الايبوبروفين بتركيز 400 ميلي جرام واللي بتكون موجودة في البروفين والفلاموتال والجرعة بتكون قرصة عند اللزوم او ممكن تدي مادة البرستامول بتركيز 500 ميلي جرام زي الأدول والبانادول والستال والجرعة هتكون قرصين عند اللزوم وعشان نلخص الاجل تهاب المجال البولية في روشيتا هندي اول حاجة سيبروباي بتركيز 500 ميلي جرام والجرعة هتكون قرص كل 12 ساعة لمدة 5 ايام ثاني حاجة الرواتينيكس كابسول والجرعة هتكون كابسولة كل 8 ساعات يوميا ثالث حاجة البروفين 400 والجرعة هتكون قرصة عند اللزوم واهم حاجة تنصح المريض انه يشرب مياه كتير يعني ما بين 6 الى 8 كبئات يوميا وكمان تنصحه بعدم حبسه للبول لفترات طويلة وانه يتبول بشكل منتظم فيه كم لحظة لازم تاخد بالك منها لما تيجي تعالج التهاب المجال البولية انك لو لاحظت في تحليل البول وجود فطر الكنديدة ودي هتلاقيها اكتر في السيدات ومرضى السكر او مرضى الايدز وحتى لو هو مركب اسطرة بولية وفي الحالة دي بنضيف مع الرشدة مادة الفلوكو نازول ودي هنلاقيها في اصناف زي الفانجيكان فلوكورال ودي الفلوكان والمفروض الجرعة في الحالة دي هتكون 200 ميلي جرام اول مرة وبعد كده ياخد كابسولة بتركيز 100 ميلي جرام يوميا لمدة 4 الى 7 ايام لكن للأسف مش موجود في مصر تركيز 100 ميلي جرام من مادة الفلوكو نازول عشان كده مواظم الدكاترة بتوصف 150 ميلي جرام يوميا لمدة 4 الى 7 ايام تاني ملاحظة في حالات المرضى كبار السن واللي بيكونوا غير قادرين على الحركة او اللي ليهم حالات مرضية تستدي وجود اسطرة لازم نديهم حاجة للوقاية ضد التهابات مجرى البول المتكررة وفي الحالة دي بنتديهم اليورو فاكسوم كابسول وده بيشتغل كاميون ستيمولانت ايجنت وجراته بتكون كابسولة يوميا قبل الاكل لمدة 3 شهور متتابعة وبكده نكون عرفنا كل حاجة تخص التهابات مجرى البول وعرفنا ايه هي الحالات اللي نقدر نتعامل معها في الصدلية والحالات اللي لازم نحولها لاستقبال الجراح واتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحالة دي ولو عجبتكم تنسوش تعملوا شير لها مع صحابكم عشان الناس تانية تقدر تستفاد منها في النهاية سبحانك الله وبحمدك شدوين لا اله الا انت استخدرك واتوب اليك والسلام عليكم